موسيقى اليوم طبعا ما كانش مغربية يمكنني يقول لك أنه ما كانش إشكالية الأسعار كان إشكالية دير الأسعار ومشي عروف بلادنا ولكن على الصعيد الوطني ولكن مهم في هذا الشيء أنه اليوم من فضل تبصور صاحب الجلالة والعزيمة والاشتغال والجدية ديال الحكومة في طريقة العمل ديالها اليوم اسمح لي داخل بلادنا خسنا نفتخروا كيفاش الحكومة تتعاطى مع هذه الإشكاليات ومشي تتدرق عليها ولكن تتواجهها بإجراءات والتدابير وفي سرعة كبيرة للولا هاد الاجتهادات اليوم لتتكون بالحكومة فتقبيع أن الوضعية ستكون عكس هاد شيء وغادي تشوف شيء أسعار لربما ما كنا تنتخيلوها وخير دليل ما يجري في بعض البلدة الموجاورة ديالها طبعا اليوم التصريح ديال الحكومة عبر الناتق الرسمي يوم الخميس الماضي كان واضحا جدا اليوم ان شاء الله عيد الأضحى غادي دوز ربما غادي يكون شوية غادي يتقص هو بإشكالية الأسعار ولكن اليوم وزارة الفلاحة والحكومة عمتا نواخد التدابير باش أن المضاربة متكوش باش أن الأسواق يكون فات زويد ما يكفي كان أيضا فتح باب الاستيراد كان أيضا تشجيع الكسابة إلى آخره إذا أعتقد أن اليوم نتيهمنا ان شاء الله الكل مجند باش أن عمليات العيد الأضحى تدوز على أحسن وجه وأن المغاربة يلقوا باش يعيدوا وهدك اللي غير يعيدوا به يكون تحترم السلامة الصحية ديالهم وشوف بالإرادة والعزيمة وصراحة الحكمة ديال صاحب الجلالة غادي نتجاوزوا جميع هذه الإكرهات اللي اليوم تعيشها ماشي المغرب فقط ولكن العالم حزب الجمع الوطني الأحرار في إطار السيتي المنتديات الجيهوية يعقد المنتدى الجيهوي بجهة دابد أسطات للوقوف على مجموعة من الإشكالات اللي اليوم تتواجه المنتخبين مجموعة من الإكرهات اللي كتواجه المواطنين اللي ممكن اليوم المنتخبين يقدروا يوصلوها باش يتم تدبير ديالها على المستوى الوطني ما كنشي حاجر ما كنظنش بأنه غادي يكون شي مواطن سواء كان فاعل حزبي ولا مواطن عادي رايكون راضي على غلاء الأسعار احنا غير الهدف هو أنه بعد أول خصوات فهموه منين جاي هاد الغلاء واش هاد الغلاء جاي من خلال واحد قصير ديالنا نحنا كحكومة ولا كفاعلين سياسيين أبداً المغاربة اليوم فاهمين بأنه هاد الغلاء عنده الأسباب دياله الدولية من اللي كتكون الحرب وكتكون كيكون أربع سنين ديال الشفاف وكتكون ندرها ديال ما هاد الأمور كلها كتأثر على الوفرة ديال بعض المواد وبتالي كرتفع التمن دياله اللي خصنا اليوم نكونوا راضيين عليه ولا ما راضيينش عليه واش لإجراءات اللي دارت كافية أو لا واش عندها تأثير هاد الإجراءات اللي دارت الحكومة أم لا أنا اليوم فاش كنسوه المغاربة وكنشوف بأنه باقيين كنخلصوا الضو بالتمن دياله القديم رغم نرتفع كلفة الإنتاج باقي كنخلصوا الماء الفاتورة ديال ما باقي كتجيب تمن دياله القديم رغم نرتفع كلفة الإنتاج البوطة الدقيق الخبز هذا الأمور اللي هي أساسية لحكومة مدعمها وبقات في التمن ديالها كان الأمور أخرى اللي كتتعلق بالمجموعة من الخضار ومجموعة يعني من المواد الأخرى اللحوم هناك إجراءات التي تدارت من إعفاءات الجمهورية وإعفاءات الضريب على القيمة المضافة لكي يكون الاستوراد كذلك تخفير نسب التصدير في بعض المواد لكي تبقى عنا في بلادنا أكيد أن هذا شيء عنده تأثير اليوم راشفنا نخفاض باقي نشي أمور خصوهم فيهم خصوهم العمل وخصوهم الجديد نحن دائما ندعي الحكومة إلى مزيد من اجتهاد لأن الهدف هو أن المواطنين يجب أن يلقى هذه المواد المتناول في السوق الوطني